يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي أزق الهدى من للهداية يسألون اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا السلام عليكم ورحمة الله العبار السلام عليكم أعبرنا إضافينا أعوذ بالله من شعيد سعودية دلعون وهو يدرجي يدرجع لك فيه واضحا الحمد الله يمكنه الإشارة مجال نفرح فى مهاد العالي والقادار يميزم هناك اجابوث على البيانات والعجوب ثم ايضا ويزام ايضاكomasم ايضاك 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 قليل ايضاك ايضاكك accent المعجب مجال يتمنى مجال يبنيتك من يجب أن يكون كمككديا. لكنه يقول أن أعطي في وسائح ولكن أعطي في وقدي, لا يعطي أن تكون شريعا. والمدين أطبعون أن أتشار لكي شريعا في الاعداد امر موجود استقالا على مهمو؛ هذا أقضح لقد استقالها مشروع أعلى بالتجائم ذهب على النقضى صاهر الألم وشنيك ذهب على الألما للنقضى وأن أضمن الموجودة لقد استقال على أي من حيث كان رجال الأمخ أعلم مناً كمتع على الرسالة لذلك يهتم كذاء يهتم كذية لذلك تزوجك كذية أمكاً هذه الملبة أمزهب الرجوع على القرآن فإن ذكرني فإن ذكرني صالح أن أمزهب صالح أن أول وإنت ذكرني فيتجب على القرwhite والمجيق ذكرني وفيك مداع ما سهل وحتى بطنق سبحان وطمدل الضبن يطبط سبحان أناد ليس في الأمة لقد ذكرني لقد استخد الأمة لقد مثل قال أولا أراد في السرعة فهذا يجب علينا أن نففل وإن كان لدينا إنتاج لكما نصد مجانور ألوان تخلقه وسأتعون في السرعة بعد ذلك فهذا لدينا مجانورة و بعد ذلك الله سيحضن سأتكت و بعد ذلك فضيك كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا في مستقر رحمته في الجنة في الفردوس الأعلى اللهم أمين وقبل أن نبدأ في الدرس وفي الرسالة أبشركم ببشارة أبشركم ببشارة بشارة من الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث يقول مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا يحصل لهم أربعة أمور أبشركم ببشارة جميعا أبشركم ببشارة جميعا هذا ينطبق على الفوائد الأربعة هذه على من جلس في بيت الله أو حتى في مجلس عب هذا الحديث سنونا مجلس جامع ومجد ذلك يقول هذا الحديث سنونا ويقول هذا الحديث صحيح رواه مسلم الفوائد الأربعة هي حفتهم الملائكة صحيح رواه مسلم المصدر في عدد أربعة سنونا المصدر في عدد أربعة أربعة تلك المصدر في عدد أربعة ومسكتها من رحمة ومسكتها من جلس يقول هذا الحديث ومن لديهم على الملائكة سبحانه وتعالى يقول هذا الحديث يقول هذا الحديث وهذه الفوائد الأربع ونحن نجلس في هذا الوجلس ثم هذا الكتاب هو دراسة في العقيدة التي هي أهم شيء في حياة الإنسان وهذا الكتاب اسمه رسالة ابن أبي زيد القيرواني يسمى مالك الصغير لأنه إمام كبير جدا في مذهب المالكية ليسوا مالك الصغير لأنه رسالة مالك الصغير لأنه لماذا هذا الكتاب؟ دعنا تجito تعلم عن طبعه أولا ان هذا المؤلف من كتاب أعتبر من السلاف ومن المتقدمين فأولا هل أولا تعالى هذا سلاف المتقدم بها أولاً بدأ فيها أولاً تهدوين انتهتاك في القرن الرابع الهجري توقف في سنة ثلاثمائة وستة وثمانين عمره ثلاثمائة وستة وثمانين يعني بعد الإمام أحمد إبري حنبل في تقريب خمس سنة تقريب لكي ناكو إمام أحمد عمره دو شوكا بدأ سيكون ناكو إمام أحمد وهذا الكتاب يعني يذكر عقيدة أهل السنة والجماعة قبل إبن تيمية وقبل إبن القيم وقبل محمد عبدالهاب وقبل كل شو زناتي سواء الله أبا كنيقا عبوا مقدموا كي جميعا عادي يواجهوا كي سبري بيسيا مالكيسكم أزهبوا أبا كيدا قولي أبا كيدي بيسا سامدو شوية بريهي إشيخ السلام من تيمية محمد بن الله عبا إسيوني قيمة سنة وبرقوالا والسبب الثاني أن العلماء تلقوا هذه الرسالة بالقبول مشهورة أن كلهم أثنوا عليها الخيرا كل المذاهب الأربعة وفق nauseة ورخي في حيث يضر حبيتها يبقى محمد بعض هذا الشيئ يمنعون بكل فيد وفق آآ محمد أبا كي دربية وكل أثنو عبكي خلال أبا كي دربية أبا كي دربية السوم عندما يحيط وفق آآ محمد قبل أشعري قبل مطوريدي قبل كلام لأنها تسجدون لأنه يستفيد طالب العلم عن هذه الرسالة إذا كان الحاجة مع الأشعري أو ماتوري يقولون إمام مالك الصغير قابل الأشعري وهذا كلامه في مسائل الإعتقاد كما ترى شاريا اذا ان كنت سترى ميزا كما ترى اذا كانت سوفية و يقول كيف ترى اكيدا بقية اذا كانت سوف و يناقض اذا كانت سوف و فترى و يترى امام المالك يمام المحمد في فترة اخرى و يزرعوا و يترى اكيدا أيضا من الأسباب لأنه يبين أن عقيدة السلف ليس لها مذهب خاص ليس خاصة بالمذهب الحنابرة عقيدة ليس خاصة بالمذهب الشافعية ليس خاصة بالمذهب المالكية هي موجودة في كل المذهب الأربعة أخيرا إذا جدستو درجة مواكيدة اسم الله إن أتذكر مصممينتي يستضع أماك هكذا ليساكذا مذهب فأنا نقول من المذهب لا يمكن مذهب من المذهب إذا هكذا ماذب أن ينبغني اذا ينبغني مذهب لكنني أظن مذهب بالكذاور لم يكن التذكر لقد أصبح يوم الثاني يسيرنا لأسفلنا ونسبحنا لنساولنا المذهب الأربعة الأم الأربعة أبو حنيبة ومالك والشابعي وأحمد هؤلاء كلهم كانوا على قائدة السلف وكانوا يقولون بمثل ما يقوله هذا من أبي زيد القرواني قبل أن يأتي الأشعري والما تريد يوهو وإلآخري همهningar همهارات؟ جدا همهارات وعمره كانت همهارات وهذا ملك يتحقق يتحقق إستحقق على كل مستوى لكن هذا الفروح يتحقق على هذا الشيء وما تتحقق أيضاً ومعرفة الأمر ولكنه مرحباً يتحقق على هذه المعرفة وهذا هو نعمل ومن هنا لا أعرف أنه يردده بعض المغريضين يعني المشاوهين المعادين على حقيقة السلف يقولون أن السلف هذا مدى حمبلي هذا كلام خاطئ غير صحيح مطلقا معنا سلو باشي على المترجم، فترة على المترجم، بذلت قبل تخبط، انهم كثيراً، وضعوا نفسهم طبعاً، وضعوا من حاضب، وما كانون اصلاحهم، وريدون تجربون من الضمانات، فترعوا اِنشاء، ونشوك بشكل تاريخ، إنهم في الحنفية، عندكم، يصورون الناس يقول أن العقيدة أهل السنة الجماعية الأشاعرة وهذا مذب الحنافية وهذا غير صحيح إذا يقولون ما تريدية يقول ما تريدية نعم وهذا غير صحيح هناك أئمة طبعا الأئمة أبو حنيفة وأتباعه أبو يوسف ومحمد بن الحسن وهناك أئمة كتبوا في عقلية السلف مثلا من الأتباع الحنافية الطحاوي والشارح بن أبي العز هؤلاء الحنافية ليس حنابلة فأنت أتفضل فأنت أكثر من الأساس المشاوة فأنت أبي العزيزة يسألون أنت أبي العزيزة يتحدث أو يوم الأصهد فأنتهم ما هو الأصهد ومعنا يكون الأصهد وهناك من الحنفية من خارج عن مذهب هؤلاء أهل السنة والجماعة مثل المتوردي هو حنفي في الفروع لكنه خارج عن مذهب أو حنيفة وليم الكبار ومن المطحاوة خارج عنهم في الأصول ففي الحنفية أهل السنة وفيهم متوردي وفيهم أشاعر وفيهم صوفي بزراج عن الامتة وهناك من المؤسسة في صفقة سوف تلك المتطاة وأكثر شرائي من الأصول عليها حينفية أحيخ ولو تلك المتطاة معالجة أخيدي سوفنا أتمنط بعض الامتة أكيد الصفقة سوف تلك المتطاة الأخيدي سوف الأكيد العسل وكثائها يوجدًا في الأكيد والأكيد السفرة هؤلاء الامة الحنفية الذين عقد السنف موجودة حتى لا يقال لأن الله يكذب علينا هم الشاعر هم يكذبون على عامة الناس ويقول هذا مذهب الامة وهذا غير صحيح موجود الكتب مطبوعه لو إنسان طلع وقرأ ووجد فيها كلام أبو حنيفة بالاستوى على العرش شيء واضح جدا ونفس هذا الكلام يقال في المذهب المالكي فيهم ناس على أهل السنة ماذا نفسنا للجماعة لماذا ما سلب مثل هذا مالك الصغير ابن نبي مالك مثل ما سمعنا وتبعوا فيها الأهم الكبار وفي المالكية هناك أشعر فالاختلاط في الأصول حتى دخل في المذهب المالكي إنسان صاري ما تتفكر من أن نسموه النفسكو مذهبه إنسان أحدث يدود ناجشة المالكيس كو مذهبه وحميليس كو مذهبه وشافس كو مذهبه فانا برئيما المالكيس كي مذهب ناجشة وشنهاكي سمعنا كي ستدرجل طلع براسة فانا نعم برئيما المالكيس كو مذهبه ووأكيد موجود إسرائيما المالكيس كي ستدرجل طلع براسة كو مذهبه كو مذهب وشعر طلع براسة كو مهتم وشعر طلع براسة كو مذهبه وظهر فانا نعم فانا نعم برئيما يدود ناجشة مثال ماذا من الملكية من المذهب الرسولي مثل قاضي أبو يعلى وقاضي عبد الجبار وقاضي عياض مع أن هؤلاء علماء في الأصول وفي الفقه لكنهم لم يكنوا على مذهب السلام في باب العقيدة نفسنا من قادي أبو ياهو وقادي عبد الجبار عبد الجبار وقادي عياد وقادي عياد ونفس هذا الكلام يقال في المذهب الشافية هناك أناس على مذهب السلام مثل الصابوني وهذا متقدم يعني قريبا عصر القيرواني متقدم جدا وهو على عقيدة السلام وله رسالة مطبوعة على مذهب الشافع في العقيدة نفس عقيدة السلام وهناك أيضا أناس شافعية خرجوا عن طريقة الشافعية عن طريقة الاسن وسلكوا مثل كمنت الدريدية والشفعية مثل النوم رحمه الله ونحجر نعم 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 هذا هو آسفات هذا هو أستفار لا يليس أقول شيء الحنبلة كذلك مثل المالكية والحنبية والشافية فيهم أناس معتزلة أشد من الأشاعرة وأشد من المات يولدية مثل الوفاء العقيل معتزلوا عند الفنون مثل مين؟ الوفاء العقيل من أمود الحنبل لكنهم معتزلين الوفاء العقيل يقوم بإدرس الخنية لديه مذهب سرب من الحنابير مثل ابن تيمية مثل ابن القيم مثل ابن قيم شهر ابن رجب بامن مقلد لهم بعدهم ولم يأتي بشي جديد محمد واللحب يسمحه معاقيدة هذه مقدمة فقرية وهذا كان ذلك لذلك نجد الاسترداء المصر الحسن لذلك لذلك نحن نقول نجد كتاب المصر قال القناة ما هي الطريقة التي يقولونها وما هي نفسها ما هي نفسها وما هي نفسها عندما يكونون المثال نفسها الأول قضية ماذا تعتقد في الأسفل ماذا تعتقد فيها؟ قلت في كل الأول وقال أن يتحدث في المسارة لكنها تتحدث في المسارة والذي قلت في المسارة كما يجب أن يجب علينا أن نعتقد بالقلب و أن نطق باللسان يقول أن نتخلص أن نتخلص أن نتخلص أننا بحظيب ع رؤية و أن نتخلص أننا علينا أن نعمة على نفس و أن نعบ Man أن الله عز وجل إننا لا إله إلا هو أن الله ers 3-Iativo لا تريد w braking ليس لا يستحق الإبادةمر ول resigned جر televis rules هذا هو أول ما يجب أن نعتقد فيه Никطيع تلك الأساسب اكهر جدا بها انه جمعنا سه نعم والثات الم accountant نعم ح وخار المؤلف تعالف عن عدة um basura يجب أن نعتقدها في ذات الإلهية الأول لأنه لا إله غيره ناشى عبد الله سبحانه وتعالف أول مال أول مال أول مال أول أول مال الصور في البسخة لا يكون هناك أول ماله الثاني الثاني ألا شبيهة له يعني لا أحد يشبهه من المخلوقين ولا المخلوقات ليس كمثله شيء وهو السميع العليم نسأل الآن الأشياء التي تخطي الذات الإلهية نحن نجد أن يجاوبون الأول شيء لا إله إلا هو الثاني ألا شبيهة له الثالث ألا نظرة له اكذا لا إله إله إلا هو يت rằng كما أن يكون مثل الله سبحانه من المخلوقين لا أحد يشهد هل تعلم له سبعلم نكايز قرار ما إله إلا هو سبعلم إلا هل تعلم له سميع إلا هل تعلم لسألم ألا jalão هل تعلم Peuge兒 لأني سبعلم خطفاة دول 23 يутств العليد التي اتكلا أنه إله إلا detectives لأنه لديته لأنه لا يوجد لديه ولا صاحبة له قال الله سبحانه وتعالى كيف يكون له كفوان أحد يعني نظير كيف يكون هناك أحد يشاركه في الملك ويشاركه في العبادة ويشاركه في إدارة الكون كيف يكون هناك أحد كفوان أحد يشارك السماعة في العبادة ويشارك الثاني فعلهي هار. موسيقى ذهبه شيركم ذهبه شيرك ذهبه شيرك أنت نتعاضة ما نتعضبه أمدا انتعاض على سخمر أنتعاض لأنمتع تقول مؤلفا صادس لايس لأوليته ابتداء ولا لأخرى ينتهاء شرحه قَرَسَ قَالِهُ كَأَعَالَ كَأْعَالَ قَالِهُ كَأَالَ أَّضَ يعني الله أسلم لا يوجد البداية أعلم؟ ولكن أعلم أنه لا يوجد البداية والأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء لا يوجد البداية و لهذا الشيطان يأتي أحيانا إلى الإنسان يقول له من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول من خلق الله فمن وجد ذلك فليستعد بالله من شيء ترجيب ولينفت عن يساره هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام و هذا في الصحيحين إذن أنهذا قال و هو حديث حديث لك صلى الله عليه وسلم يقول المؤلف لا يبلغ كنه هو الواصفون يعني لاتبع شيء ترجمه يقول المؤلف لا يبلغ كنه هو الواصفون ولا يمكن من أحد إعراء عبد ذات الالهيه حقيقة ذات الالهيه هذا لا يمكن من أحد أنık يص指 ذات الله لي اول مره و للمشيده ول اولى يجب المدره إنسان لا يستطيع أن يدرك الله عز وجل أو يحطبكه بكله لماذا؟ لأن الله عز وجل عظيم يقول الله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبيب يقول الله عز وجل لا يستطيع أن تدركه الأبصار ويقول لأنه الذي يستطيع أن يكون ذلك وهو للعطيف ويقول لأنه يتعرف أنه كل جميعه ويقول لأنه يفعله و لهذا نقول من العبث أن يتفكر الإنسان في الذات الإلهية يعني كيف الذات الإلهية هذا فوق العقل فوق الإدراك لا يستطيع لأن تقليق ما لا يطاق هذا قد يقول مجموعة و تقول مجموعة وإذا كنت أتفكر مجموعة يعتقد أنه يمكنك التعرفة بإمكانه في السلام ويعتقد أنه يمكنك التعرفة إلى الله هذا ممكن لدينا نرى الله ونعرفه كيف يمكنك أن يكون لا يمكنك أن يكون لديه ونعرفه لنعرفة لكم ونعرفة الآن السماء كل نرى السماء سماء كبيرة جدا لا يستطيع أحد مننا أن يرى كل السماء لكن سماء في سنة أو في السعودية أو في المرقم لا يوجد أحد مننا لا أحدig الذي يصاب أحد الغالية ونعرفة السماء ونعرفة كبير افعود احقاً الإوقت عب managers وجد رقناك على معاش الأحد الوظفة اما أنت رس blind Medium نبدالك. مما أيضًاINS محماً معنى نبسي صعxeًا علمينة całe 조심نا نواغص معنى التي تشرفين محماً العملou إيطرة يوانعين أبيضاء س호� سلما أنه أرود نكوان بكل مقالك بل ص temperatures أحب لهم عندما نعرض عن سلماOP حوله يقوله يومبر 就是 بنوان الا Libertان السماع الثاني أكبر منها كلها سبع سماوات كما قال جلو على الله الذي خلق الasiaبع ساموات وميلا ارض بثلاؤوة أعضم من السماوات الكرسي 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 كما يقول ابن عباس الكرسي معاك القرش هذا اللي اسمه هلا تخذوه ما صغير الكرسي يعني كان الحلقة هذي في العرش العرش المخلوق العدي كيف abortك عشر؟ الله سبحانه كلها وقتها نعم. نعم. إنه حدثت. إذا وصلت إلى حديث مقران وإذا وصلت إلى حديثة وكران كيف يمكن أن يكون سبباً سعيدة الله سبحانه وتعالى. الذي يحاول أن يتفكر في الذات الإلهية هذا يعبث وهذا يكلف نفسه وما لا يطاقه وهذا لم يقدر الله حقا قدره. فلا اعطيتها هاجة.- فلا اعطيently لكن المسلم يوم القيامة سيرى الله جل وعلا موسى عليه السلام أراد أن يرى الله جل وعلا قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن ننظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجل ربه للجبل يجعله دكا وخرى موسى صائقا موسى عليه السلام تريد دبيدي الله سبحانه فايتراج وكاذب على الضوال للتب دين فلن تراني ولم يقول لن تراني وهذا فرق بين الإباراتين فالي ترى الله سبحانه فلن تراني وبرده فاله نسوا مستوى صدق مدى ولم يقول موسى سبحانه قال الله لن تراني ولن يقول لا تراني وهذا فرق بين الإبارتين لن تراني لأنه الآن موسى مخلوق ضعيف شيء في الكرة الأرضية الضعيفة في الكون هذا العظيم فكيف هذا الضعيف يرى العظيم الجبار هذا صعب جدا للعقل وما يمكن يدك ولهذا بس مجرد أن تجلى الله جل وعلا للجبل ستتذكر بل ما تحمل فكيف موسى تحمل ما عنده الطاقة يعني لأن الله تعالى عنده طهما يجعل الله عز وجل في المكن جديد قدر بس إليها لربونك لكن اليوم القيامة يجعل الله عز وجل في المخلوقين في الهل الجنة القدرة على رؤيته حتى يقول باك كيف نرى طهما والعظيم اللهم الله تعالى وعلي يخلب فينا قدرة بحيث أنه نستطيع نرأه الكيفية للعراعات هذه لا نستطيع أن نصرفها لكن يوم القيامة سنعرف الكيفية عبد أنه عمر الغيب إنثفي شكرا آه estábool الاями keen التي نفسها وجhoodن اكثر ما PERWACiin ان كومتبه على المصردى كيف يمكننا إلى اللهم كمhon السباح المتّلال كيف يمكننا إلى الأشياء المتّلالة لت belangrijk ويمكننا إلى اللهم سيكلة ما لا نعلم ولكن على المصدرنا لا يمكننا إجراء الغوارة لكن الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى الكتاب صلى الله عليه وسلم يرونه قالوا جله على عجوجة يوم إدن نادره إلى ربيه نادره وذلك يمكننا فينتك النStráh amigo Adam الذي يقوله تكلم إذا اهلا و المسمى صلى الله عليه وسلم ان يكون رائعون وادئين أشهده كما أن تكون لذا قد أجهدى أما الكفار لا يرون الله عز وجه آيوهى أنهم يبدون الّهولاء صلى الله عليه وسلم ويقول الله تعالى حسنا وزيادة الحسن هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في صفحة المسلم قال الله تعالى من كان يكون أميرا يقول أنه يكون أميرا يكون أميرا حسنا وزيادة حسنا يقول أنه يكون أميرا ازيادة. أليس موجودة تقدموا الله سبحانه عليه السلام كما ذكرت تلقية المسومة منذ حدثه قضاء توسل مباشد. أليس موجودة تقدموا الله سبحانه عليه السلام أليس موجودة فى اي اتمنى اى جنه فى رجلا حوى نظر اى الله جلو على بل لم يكن اي توقعون اى العواص جلو على بل لا يكون عبد الله فى تشتراك الناس ينظر الله لله في الجنة اليوم مرتين ومنهم ينظروا يليه في اليوم مرة ومنهم ينظروا يليه في الأسبوع مرة ومنهم ينظروا يليه اليوم الجمعة والذي على حسب أعمال الناس وفي هناك أعمال تجعل الشخص بإذن الله ممن ينظر إلى الله لله في الجنة ل38 وقتنا حالا هذا يبدو مثل الله لله والله بال konkurs siempre يجب من الجناة يقول المؤلف لا يحيطوا بأمره المتفكرون نعم نعم أمر كوني وأمر شرعي الأمر الكوني هو مثل الأمر بالجلازل والبركين والخلق والإماتة التصف الضماء والدارة هذه تاسم الأمر كونية الاعزوي عميرة وكنقيم أن أر sor حيث كون هذا الأمر كونية هذا هو الوامر الذي جاءت في الشرع على لسان الله عزوجه في القرآن أو على لسان الرسول عليه الصلاة والتوحيد هذا هو الوامر الشرعية المؤلف يقول وليحض بأمر متفكرون يعني لا يستطيع أحد أن يعلم كل أوامر أمور الله عزوجه الكونية والشرعية لأن الله عزوجه كل يوم ما هو في شأن نوعي كرة لا لا يكفي اشخاص لا يكفي اكونا بـهي الاما تخل الساعة كل يومن هو في شهن قلت، سواء دانه سواء سواء دانه سواء سواء دانه سواء هل يقول سواء أما الذي يحط به الإنسان من علم الله القون أو الشرعي شاهيسير جدا وما أتيتو من علم إلا قليلا وما أتيتو من علم إلا قليلا وما أتبعنا نفسه ببعض من أجل عبارة أو شريعية أنت هذا هو ما قلقت أن تعلم خلق ما أتبعنايا يقول للغthen يعتبرون من الأجاته وما أتبعون مسلمان北 يعتبرون على الأجاتي الشرح أول الم Tá tracked، köนني Крас.. ما أتبعون إلى الأجات Bankية والشريعية وما أتبعون طنتارين شرعية أجل الأجاتي ومبلس أجل الأجاتي ثم أعدкі عملكي من آيات الله عز وجل يعني الكونية الليل والنهار والشمس والقمر يعتبر المتفكر يعني يفكرون فيها ينظرون يتأملون في السماء في الأرض هذا معنى التفكر ولهذا قال العز وجل أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض فسيروا في الأرض ولم يتفكروا أولم ينظروا هذا كثير في القرآن لعذا كما تتمتعل Veg cure عز وجل اغتر ما يرريم عز وجل العجيب أن الله عز وجل أمر في التفكري في السماوات والأرض وفي أنفسكم أفلا تفسرون ولم يأمر التفكر في ذاته يعني في حقيقة ذاته أهل التفكري في مائيّة ذاته يعني في حقيقة ذاته أهله يتفكرون في حقيقية ذاته أكبر أبائلت بتخفيز المنتفكرو في حقيقية ذاته pure إما إخطأ باستثيرات حقيقة ذاته لم أ � Verse and pay for Because law لماذا لا يتفكرون المنتفكرو فيما هي ذاته في حقيقة ذاته السحيخ مرتا whether the wars! التي ن τις بالأسبوع لن تكون للأها الله سبحانه وتعالى مرتفع ذاته في تارشيه هذا هو كذلك هذا هو كذلك هذا هو كذلك هذا هو كذلك يعني ليس له نظير ليس له شبيه ليس كذلك شيء يعني لدينا محسوسات معدودة ما جميل أيضا من دمنا لجيبه نعم جميل كذلك إذا لا نستطيع أن نفهم ما خلقه الله تبارك وتعالى لا ندركه فكيف ندركه أحسن هذا أحسن الأجواء كلها صحيحة كلها صحيحة كلها صحيحة نعم الجواب أيضا ذكرناه لأن الله عز وجل عظيم فوق العقل فوق العقل فقال ما تعب نفسك فكر في نفسك بس فكر عندك وما ذلك ما تستطيع أن تحس نفسك يعني ما نعرف في الداخل وما تحسن يتحسن وما تحسن فأنتج لا تتحسن لن يتحسن هذا أكيد أن الكون يعمل على أحد و أدخل بالإسلام من هذا واحد يقول ربما هناك ما في أعتقدcast في أيروبي أن يكمل علينا تلك نظرة والتحديث عن مدينة يتصبح في مدينة المعرض إنه قمت بحديث عن القبيل من الأشياء المعرض ليس أبداً إذن لأن هذا المعرض لن يكون مدينة إن كان السابق هل يمكنك أن تتكلم عن ذلك؟ هل يمكنك أن تتكلم عن ذلك؟ المهلف ذكي جداً وعبقري أخذ الصفات من القرآن إقتباس خذاء من القرآن بدون تأويل شيء حتى لا يتهم أحد أنت متشدد أو إلى أخيره جاءب الآيات حتى لا يستطيع أن يردها الذي يردها يرد القرآن أخذ الكثيرات أخذي عبر الآيات يقول الآية الكرسي قال وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِ إِلَّا بِمَاشَى وَسِعَ كُرْسِيُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُدُوا حِفْضُهُمَا وَهَوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ فإنه يقوم بحثة كرسي قال وقد قال وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِي إِلَّا بِمَاشَى لا يُحِيطُونَ بِمَاشَى يعني ان الله عز وجل علمه يوم عظيم وهذا فيه اثبات صفة العلم لانه هناك المؤلف يرد أن يرد بعض المعتاج له لا يثبتون لله صفة العلم وفي نهاية اللحة سبحانه وتعالى عليه وما تعلم لكن الله تعالى يقول أن الله تعلم ما في السماء وما في الأرض مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَا تلاثةً ايه! غفية ثلاثةً اما عدا تبقى نحن صحيح اما خمسة اما۟ اما أفضل ان تبقى نحن اما اثنان ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليهم طيب أيضا نقول المؤلف يعني من العالم الخبير هذه من صفات الله عز وجل العالم الخبير أحد يبدو عم Austin يوجد شخص الج مضاً وما ي장님 هو الشخص الجميل وليم أن تعرف ذلك المؤلف يهز في القرآنidge مع بعض وقال المؤلف من صفات الله عز وجل هو اسمه المدبر القدير يدبر الكون يدبر الأمر كما قلت جلولة كما قلت جلولة المدبر القدير يدبر الأمر يدبر الأمر ليس بس values هذا يشربه الكون هدخ يعني هدخ يعني هم جؤمن ريب يقول يرجحها ويفهمها ويعرفها كل مدبر القدير هم يشربه الكون ثم يدبر الأمر افتر حكومي لكن هدخ يجب كل مدبر القدير نعم يقول الله جل وعلا جاءت تسال النبي صلى الله عليه وسلم بخفية وعائشة ما استطاعت أن تسمعها لكن الله ستسمعها מفوق سبع سماوات فأنزلنا هذا القصير قد سمع الله أحد تجادلك سبع سيحصل كان ويدنا تتقول الدنيا ا никنهما تسمعها من أسماء العز وجه البصير وأن يبصر كل شيء في الكون حتى النملة الصغيرة في الصخرة السوداء في الليلة الظلمة فإنسان اخبرت الله ويبدو الكلفة بالأسفل بسبب كل شيء أدرينا السوق 하는데 كانوا يقولون ضعون جrés ب Coach لذكرنا عنوى التوحيد ثلاثة توحيد الربوبيه التوحيد الربوبيه قالوا على الحال variety الخالق , المدبر السب HT قالوا ثلاث ضع هو جل غير طوحيد أين هذا وضع هو صفحت الذي يقب عن الشيصف الو擊دة membشاه الله الدكار او ماذا نحدد منظمة هذه البكرة كل قبضة وهناه وصفات وهناه وصفات احسنية وصفات صف علامه دل الله صَوحُمْهَ مَّدُ الْرَيْبَ يمكن هذا العزweском الجرس الده ولا تكييف أسماؤه ولا صفاته ولا تحرى ولا تعطى أربعة مصطلحات لا نجح رحل أبدا إذن أهل السنة والجماعة يثبتون لله عزوج الأسماء وصفات بلا تمثيل لا تمثيل ولا تعطى لا تكيف لا تكييف يبدو م 같아요 . وم في أن لا يري بعضهم المنطقة أبcloud الله عبي package لMER نم نفرق اللاء حاول attribute نم نم نراجعل الأوج عبن الله لطف وس swoك صح لا نقل أن اللهé أشياء وكري we In الممكن لن نعتبر أن الله لطف Pierrot لطف. أما عندما نيذ طيبط ، لأن الله عزي struggled أسiddعى إلا تطفيح أcommunications هو، وعد أننا قلت عنفض entertainingي. ولا تعطي ، التعطي tempo هو إنكار مطلقاً. يعني إنكار الصفات، فهذا التعطίο فإن ينكرون الشرع الدرق أو الهيب Scholarship. فلوس تلك ليس ذكبا ، النساء يت examine Cur 캘� rent See Allah وهو تحريف والتهريف هو تغيير المعنى على غير حقيقةه نريد أن لا تزوير الله أغير حقيقة ما هذا означает تريد أن تزوير الله أغير شخص تأتي إذن أن تفعل الله أغير شخص ونعطيكم مثال للتحريف بعد ما نأخذ كلام المؤلف ونعطيكم مثال للتحريف المؤلف يقول من عقيدة سنة والجماعة في اسماع الله وصفاته أنه فوق عرشه يقول الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى ما معنى الرحمن على العرش استوى هذا محل معارك بين أهل السنة والأشايا هذا محل معارك بين أهل السنة والأشايا هذه هي من أهم المشاكل دائما التي تسلمس لهذه هذا محل معارك بين أشايا الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش يعني صعد وفوق وعلى العرش الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش يقولون معنى الرحمن على العرش استوى أي استولى الشاعرية معتزلة هم لا يقولون لابده يقول لأمي حرفون هذا يعلم الله سبحانه ماذا يقولون ان يقولون انه الرحمن عرشي ستاوه معناه وشه المشكلة لماذا؟ لابده لماذا؟ لا يوجد الله مستوى خليجة حتى لا ينسبوا لله مكان أحسن هذا طبعا تصور الأشاعر هم يقولون أنه إذا قلتوا بأن الرحمن على العرش استوى معنى على أو فوق معنى أنه في مكان هذا الكلام الأشعارية أبراو صور أكلي ميس وزيقو إزدارشان وزيقو سمداري رشامتاجو بألقو كاشم رسال الله وزيقو إزدارشان لأنك يمع ميستوى لك يقولون يعني تثبتون يعني تجعلونه في جهة وأنه محاط به باستغرسل اللي قالوا ناكو مسترانو أو تاكو كاشدا سوزيقو إزدارشا داوسي مميستو داوسي مسترانو إناكو مجدا بوهاتي إيقا ألا تفكيرو ألا تفكير خاطئ ألا تفكير خاطئ ألا تفكير خاطئ نحن نرد عليهم بكل سهولة مجد تيمياد غوارا منيما فرلو يدنستان أتوين؟ من طريقين يعني في الردين باختصار طبعا نقول ماذا تقولون ما يعني استوى؟ يقولون ما يعني استولى ما يعني استوى، نعم نعم طيب المخلوق يستولى على الملك فأنتم شبهتم الله بالخالق وكأنى خرجتم من مشكلة وقعت في المشكلة ما يعني اكوه أتواني نخطئ اتواني نخطئ جهة جهة لذلك عدا سêtes مریوان نهايه فيWER سبيل bubble شد人 أنثى enrollтьهم في اجراءago نمسكواwa على الأفضل واحدة coverage في أنظر على الأفضل لا أينغل الأفضل أعراض mengيني جدا وهو العديث عن الحمتين إنثeffر وقتو Lipi låتنان اللخر Tongan استن في أحد فعل مآ0 على بالأ harm لا네 الرد الثاني نقول انه اثبات الجهة لله عز وجل او المكان هذا كلام مجمن ومبتدع لم يقول الله عز وجل هذا الكلام ولهذا هذه العبارة لا نثبتها ولا ننفيها ولكن نقول ان الله عز وجل مستوى العرش استواء يليق بجلاله وبالتالي ما شبهنا بالمهلوقين وله ميقون هداك الام فسلف هد دموضة físي ومن سنوات مقدار مها ومسيس تدريف إذا تقوم أولاد ضابطة ومحصي لديه من البدر مكانة بخولها أولاد مهمة جداعي الأولاد مهمة جداعي أخبرنا أنه يستوي ولما يخبرنا كيف يستوي ايه كان جدًا بهم المضحة ايهان ما نقارعه ايهان ما نذهب المضحة ايهان ما نستinguه الى رصاني لكني لا يوجد الملاد في شريعة ايهان ما نجد يجب أن نعيد yeصل لله لكنه هو لا يجب أن نعيده فنثبت الله ما أثبته له دي نفسه ونشكت عما لم يتكلم عنه إذن نقول الله سبحانه ما أكبره سيبي لا يجوز أن نثبت لله عز وجل أي مكان أو جهة أي شيء إلا إذا لها دليل من الكتاب والسنة لدينا الكتاب والسنة لا يجب أن نثبت لها نعم لا يجب أن نثبت لها لا يجب أن نثبت لها هذا من القواعد الأساسية المهمة جدا أن الأسماء والصفات توقفية أي أن يجب أن تكون مواقعاً يجب أن يغطي لله صفحة من نفسه لابد توقفية الكتاب والسنة لذا يعجب أن القناة الضمانية لماذا تقول الله سبحانه وتعالى صحيح وتعالى ماذا تعالى؟ شنعا الله کو اعلمت تتعالى لا يزميشل شيئا صيح نقطعني أماني وجود الله وسحوه وتعالى شكل ممتع تبع يقول الله سبحانه وتعالى وإعلم تبع الظلع اغلبنا الأخرى هم يعني عالى العظيم قال اخوة في كل مكان بعلمه أي أن الله عزه وجل كل مكان بعلمه يعلم ما في الكون كما قال الله عزه وجل تعلم أن الله يعلم نفس الموات VRSולność يقول يجب أن علم الله سبحانه وتعالى أن تعالى costly تعالى سب الاطصار في ال Nathan Wind هذا الكلام عندنا جملتان الله عز وجل فوق العرش في السماء فوق العرش وهو معنى بعلم ولا تعارض بينهما he Heute, لم نقل معرفة جميعا نفسه ثم اعطى ما إضافي على صحيح ودفعنا ذهبو اجلالك فهو سأعطى نفسه كيف يكون الله عز وجل فوق العرش ويكون معنى بعلم لا بد أن يكون معنى بعلم وعلم لا يمكن أن تصوره في المخلوقات لا يمكن أن تصوره في المخلوقات مثال الآن باللغة العربية يقول القمر معنا وهو في السماء يقوله معنا فهذا مقبول في اللغة معروف عند اللغة العربية ميسيس يسنبه شهر نحيه ميسيس يسنبه وضحتنا كيف يمكن أن تصوره ميسيس؟ هو ليس معك ملاصق لك لكنه معنا بعيد مرة وهم يعرفوا هذا المعتزل المعتزل هو عزراء يقول بعضهم مثلا زوجتي معي وهي زوجة في البيت وهو هنا يقصد معي يعني أنه في ملك و هذا يقول يقول هناك فرق حلولية تسمى هناك فرق الحللية والاتحادية تعتقد أن الله عز وجل في كل مكان بذاته تعالى الله عز وجل يقولون هنا وهنا وهنا في كل مكان وهذه عقيدة حلولية معتزلة من فرق المعتزلة والجامية فننتبه من هذه العقيدة الخطيرة الله عز وجل هو فوق العرش أما هؤلاء يقولون أن الله في كل مكان حتى في الأرض وفي السماء تعالى الله عن ذلك هناك الخطي يتكلم أن الله على كل مكان من خلال اللح رحمن على العقشة هل تتكلم عن سورة الطهة؟ سورة الطهة رحمن على العقشة هل هناك سبع مواطن في القرآن؟ سبع ميستة هل تتكلم عن القرآن؟ سبع ميستة يقول المؤلف قال إنسان ويعلمات وسوسو به نفسه ويعلم لا يوجد داخل لا يوجد خاطر لا يوجد خاطر الله سبع ميستة وكما يوجد خاطر وهو أقراب إليه من حبل الواريد هذا يقول إنسان لديه من حبل الواريد من حبل الواريد الله يكون لديه من حبل الواريد هذا مختبس الكلام من سورة قاف وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَا وَنَعْلَمَات وسوسو بِي نفسه وَنَحْقُ عَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْرِ الْوَرِيدِ هذا يسمع يقول لديه من حبل الواريد لديه من حبل الواريد لديه من حبل الواريد ويقول وَمَا تَسْكُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا لَا يَعْلَمُهَا تَسْكُطْ مِنَ الشَّجَرَ عَلَى الْأَرْضِ الله عز وجل يعلم وَكَمْ فِي مِنْ شَجْرَ عَنْدَكُمْ هِنَا فِي الْبُوْسْنَةِ أَجْتَرْ كَدِيرًا في القرى تَسْكُطْ غير اللي في الكرة الأرضية يعلموها الله جل وعلا يَعْلَمُهُ كَدْ أَجْعُمُهُ اَجِرِ أَجْعُمُهُ ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين لا يوجد أن يكون هناك زمان في زمان بسبب أنه لم يكن أصبحت إليه ولكنه ليس لديه إليه في كتاب مبين هذه آية في سورة الأنعام يقول الله جل وعلا وهو الذي يقول الله جل وعلا في سورة الأنعام وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين فالمؤلم أخذ الآية ووضعها إلا اب Urban Ilham هذا هو صفة العلم للاعز وجل وعلا يعلم السرع وأخفة ما أنه يقول الله سبحان الله تعالى سبه وتعالى هنا علم اللهم تعرف مزنان لأنه لا أعلم ثم أقول المؤلب على الارض صفة الأنعام اكد نفس المسألة سابقة علشان اصبحت علاقه من بعدها abordها ان يدري وصبح والسجار وعليا اللقى ماهي السماواته ولي اللهه ملك السماوات والأرض الذي 소개هلك конه يPOSه aurillah ف улиساً اللقاء الله ي submerged سمع الله سمع الله كل المدين اللقاء أكد اللقاء حبالي الخارج يلقى Sزارات نعم, إذهب للسنوات وكلمة لا أعلم ب mundane الله لأولوم right нормability pensando أن الله عليه السنوات والذي مرحل يقول مؤلف قال مؤلف إن بالك Ingati يقول لن يقول أنا جاءömه للمذلك تقول夢 في خارج السكت η علام وسوف أن وقال كان لأنه كذلك من فتقول أن الله مرحل منهم والذي يقول أنه الآية pour يسق العالم وذي هو نفس التنوات والذي uno أن صفات الله جل وعلا كلها كاملة لها صفة الكمال يعني وصلت الغاية في الكمال والحسن والجلال نعم لا يمكن أن يكون أسفل ولهذا يعني مثلا من أسمان العز وجل القدير له يعني القدرة الكاملة ومثل العزيز له العز الكاملة القوية له القوة الكاملة يعني قوته ليس فيها نقص ولا شيئا يسير مثل العزيز يسو داكو سيلني تويز دلسونا رما اسناقوا بطب المسلاقوا ينشتمونيه نامشنه إنه قوة اسناقه اسمه هادو أبوه هتلاك صحيح تخر عليهم او شيء تالي الوقت الى باقيه كل كل صلواتي رجاء علشان ميلا باقيه باقيه للأذان نشال دقائك منك ميلا باقي الشيء يا شمال نصحت يقول مؤلف لم يزل بجميع صفاته وأسمائه وتعالى أن تكون صفاته مخلوقة يعني هذه الأسماء الحسنة والصفات العلى ليست مؤقتة بل دائمة إلى أبد الأبدين ببقاء الله عزيز لأنها مرتبطة بذات الله جل وعلا الأسماء والصفات مرتبطة بذات الله جل وعلا لهذا تستمر معه من قبل ومن بعد هو قلنا الأول الذي نسى قبله الشيء يعني بذاته وبي أسمائه وصفاته والأخر الذي نسى بعده الشيء بذاته وأسمائه وصفاته الشيء بذاته الارمين المبحث على الشيء بالإavyουμε تقول قايفه ان يكون صفاته موجوده يعني ان صفات الله عز وجل ليست موجوده ولأه ان ذاته ليست موجوده ذا handwriting changes نفس الشخص إcot engineering لأن الله apareت إن لكي نفسه إن كان لك 지금까지 لك through أما صفات الله عز وجل هناك فرق بين الصفات وبين الأسماء هذه مرتبطة بذاته لكن صفات الله عز وجل وأفعاله بالنسبة للصفات هذه متعلقة بذاته مثل صفات الوجه مثل صفة اليد هذه متصلة بذاته ابتداء وانتهاء يعني لا يمكن أن تقول ويأتي يوم أن نقول هنا مخلوقة هي مرتبطة بذاته سبحانه وتعالى مثل اليد مثل الوجه مثل القدم نعم 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 نعم. بالنسبة لصفات الله عز وجل يقول العلماء رسولنا الجماعة لنقسم الى قسمين. شوستيش الله هو سوئسته. إسلام شنعاسي كاجو. لأن الله هو سوئسته ديلا على دوا ديلا. نعم. هناك صفات ذاتية يعني متعلقة بذات الله عز وجل. مثل الوجه واليدين ذكرناها قبل قليل. نعم. 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 وهناك صفات فعلية يعني متعلقة بيرادة الله عز وجل. نعم. 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 ينزل في الثلاث الخير من الليل هذه فعلية مثل ما أراد نزل ومثل المجيء يوم القيامة يجي الله جل وعلي الفصل بين عباد وجاء ربك منك سببه نصبه نصبه نعم ما بإمكانها々ة يوار reciق الشقة بين عباد ومن ثمة نصبه سواطه قولEE poverty الذي يجود في الأشبان وال prevalence وفعية ، إلاءك على إلاء الله سموطال يسل Andy LAUGHTER backup أهم شوريا يهون wszystk أمام الله سموطالي سلزين لا مرة إلاء سموطالة يسجح بها ألي لن معthet... ولن فكرة آفقة أمام الله سموطالة سموطالة سلزين أَمام الله سموطال popsπως 350 إلاء الله سموطالة Zumوطالة szأل أمام الله عندها أص Room ربقاء ملكم. دعوة كنتم يا ربقاء في الرجل. جيدة ، سوف يفد وكم问. فنحن الملكم شراء لحل على الحل. محروا صحتها ، بعده وقبل أن تتجريون بالحل. آمن؟ لا يوجد بالحل. فنحن متؤسسها من الحل. لحل محروا منه. فنحن محروا ، فنحن وكنه يقدي. فنحن لم يكون وقبل لا. لكن لحل سفيته انتبا. فقط قال اليه م любой ملو عبد. من الصفات الفعلية مثلا الخلق والرزق هذه متعلقة بارادة ومشية تما أراد خلق إنسان وتما أراد رزق إنسان وهكذا هذه الصفات فعلية ونجات ذاتية المترجم للقناة يقول إنها خرطة ، ونحن سؤال هل تلك الأفواسكة جيدة المؤتشون هنا في تعصير سأخذ سأخذ أصل الأفعال هذه أزلية مع الله عز وجه فعنده الله يجب أن تصب بصفة الخلق متصب بصفة الرزق هذه مع الله عز وجه صفة فعلية لكن أحد الخلق أفراد الرزق هذه حاددة يخلق الإنسان هذه أحد الأفراد هذه ليست قديمة إنما تتجدد مع أزلهم متما أراد فأصلها قديم أزلي وأحدها حادث تو أي جدا إنما تحermo أعapo ص即说 إáveis، طريق اعمل قoredك كع Pitts أول أن في الصحة أفراد أصلاب أعلت أنصب أصلاب أن تلك perceber أصلاب أنت أعدppa أصلاب أعbung مع كانو حدماnah أعبان تلك إلى الأ strategically أصلاب أن слово أسيد أصلاب أن درست أصلاب 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 أقété أصلاب وأصلاب من ايقاط الأم meaningful لتحب? لكن الله عز و جل قد سے قدمهhando في الخالق والريزق هذا علمه لكن احد الخالق والريزق من تخطا يفوتون هو ذهب هو هو ذهب متعلق بالله مرة بحاجة سبحان اللهم تعالش مجد من الاضحه على فقط تعالشه وعنه ايها الجميل الآخر وعنه لم يمكنك تفضل 올라ه ولكن حقا ما يمتلك وعنه الله تعالشه على حرامه فهم ايضا محسنة وعنه لا تنزل كلاموا لعنه Watهن الله تعالشه ايضا جدي طيب هل صفة الكلام هذه الصفة الآن فعلية هل هي صفة أزلية أم أنها صفة حادثة إنها صفة حادثة أستاذ شيخ فيتر طيب الذي تقوله بشرح مبدا وي تقوم بشرح من الله ومجري بالشرح من الناس هذا يقول صفة كلامه قديمة ولكن الله يتكلم متى ما يشاء أحسن يعني نفس التفصيل الذي ذكرنا قبل قليل أصل الكلام الله عز وجل لم يزل متكلمة يعني منذ الأزل يتكلم الله جل وعلا وسيتكلم في المستقبل وله كلام ويأمر بما شاء ويوحي بما شاء ويأمر الملائكة ويأمر ملك الموت بيقبض الأرواح وإلى أخيره ويأمر السحابة تمطر ويتكلم الله جل وعلا لكن لا ندرك نحن كلامه ولنبياء تكلم أيضا تكلم الله جل وعلا مع النبي صلى الله عليه وسلم مع الأنبياء وهذه كلها أحد حادثة نعم صحيح شكرا لبياء الله سبحانат鸾 طل리ست لقد اتبعوا الله موسى بكلامه الذي هو صفت في ذاته أصلا كلمة جاندية انا ما قال بأن كلام الله عز وجل مخلوق لأن الكلام شخص من ذات الـ الهية لا يمكننا نقول أن الله أصلاك فضر لأسفاً كلام الهيية وحسب الله سبحانه وتعالى أنتظر الله سبحانه وتعالى يقول الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى يقول الله سبحانه وتعالى